بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء الجلوس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دي نعمة من النعم وجلوس مع حضرة النبي مش كان قاصر بس على الصحابة الجلوس مع حضرة النبي كمان يكون لما تكون في حضرته وتسمع كلامه وتتأمل فيه ولذلك احنا بنعتبر جلساتنا واحنا بنقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة اللي احنا اتفقنا على انها قراءة حضرية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنقصد بالقراءة الحضرية القراءة اللي بنحاول بيها نسترين بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في التغيرات اللي احنا بنعيشها وازاي انواره صلى الله عليه وسلم تساعد الانسانية ان هي تبني حضارة جديدة وحضارة مليئة بالنور والبركة والفضل والنعمة حديث النهاردة بالذات من حديث اللي ممكن نعتبره ركيزة من ركائز العيش لأنه له أبعاد متعددة بيخلي فيه حاجة مهمة جدا 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 في علاقة الإنسان بربه الإنسان لما بيفقدها بيفقد حاجات كتيرة جدا 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 من النور وبيحس إن حياته ضاغطة وحياته مش إيجابية تعالوا نشوف الحديث الذي هو من جبائع مع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هنستنير وإحنا بنجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمحن نقول لرسول الله السلام عليك رسول الله عشان يبقى حضرته صلى الله عليه وسلم حاضر معنا ويبقى نوره وبركته معنا وإحنا قاعدين في مجلس الكلام والارتشاف من كأس أنواره صلى الله عليه وسلم حديث النهار ده هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس حديث سرواه الإمام أحمد وأبو داود وذكروا كمان الإمام بخاري في الأدب المفرد وكمان في صحيح بن حبان وكمان الحديث ده حكم عليه عدد من الأئمة بأنه حديث صحيح تعالوا نرجع شوية إلى هذه أنا أحب على سنة كلام العلوم الإنسانية والاجتماعية أننا نتكلم عن وكأن الحديث يتكلم عن متلازمة يتكلم عن متلازمة مهمة جدا جدا وخاصة لما نشوف رواية الحديث الأخرى اللي عند الإمام الترمزي وهو بيتكلم الإمام الترمزي في بعض روايات الحديث وهو بيتكلم عنه وبيقول إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس الرواية دي في مصنف من أبي شيبة وفيه روايات أخرى لهذا الحديث كل هذه الروايات بتساعدنا على أن احنا نفهم شيء مهم جدا 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 إيه هو؟ اللي أنا بسميه وكأنها ندابد أن احنا نبص لها من ثلاث جهات الحديث هو كأنه بيتكلم إما عن سنة بشرية ربنا خلقها في البشر فهي سنة اجتماعية إنسانية أو بيتكلم عن سنة ربانية أو بيتكلم عن من ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لها الصدور إذا وجدت تجعل الحياة مليئة بالوسع تعالوا بين الثلاث وجهات مرة تانية لو بيتكلم عن سنة بشرية وبيتكلم عن شيء ربنا جعله في سنن الإنسان إن الإنسان الذي يريد أن يشكر الله سبحانه وتعالى إذا كان هو من طبعه ومن عدته إن هو يشكر نعمة الله يشكر نعمة الناس فسيشكر نعمة الله وكانها في النفس الإنسانية كده وإذا كان من عادته ألا يشكر نعمة الله ألا يشكر نعمة الناس يعني من عادته كفران نعمة الناس فهو سيكفر نعمة الله يعني ايه؟ يعني الشخص النكر للجميل اللي منعدته نكران الجميل هو مش هينكر مش هينكر جميل الناس بس ده هينكر جميل الله عليه ايضا اوف يعني دي من السنة اللي ربنا الانساني اللي وضعها في الناس ليه؟ تعالوا نفهمها السنة دي شوية السنة بشرية يعني ايه؟ يعني ربنا جعل في الانسان طبائع ومعاني بتسري في الحياة في حياة الانسان فالسنة دي وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان يتمرن في شكر نعمة الناس وشكر فضل الناس عليه يتمرن في ده لكي يستطيع ان يشكر النعمة الله فايه ده هو فشل في شكر نعمة الناس بيفشل في شكر نعمة الله الحقيقة الحقيقة ان دي سنة وكأنها مضطربة اللي احنا شايفينها طول النهار تعالوا نشوفها كده تاني نشوف الشخص اللي احنا بيعمل الكلام ده نشوف الشخص مثلا لما ايه اللي حاصل لما يكون مع الناس وده يساعده وده يساعده وده يساعده وده يساعده في الشغل ده يديله حاجة في الشغل وده يديله حاجة في الشغل وده يديله حاجة في الشغل فيحصل ايه من الشخص ده يحصل من الشخص ده انه يقولوله مين اللي وقف جنبك ومين اللي انت محتاج اللي انت تمتنق ليه يقول لهم فيه بنا قدم واحد بس ان انا محتاج ان انا تمتنق ليه هو انا طب وناسي دي ساعدوك هيفضل يقول انا 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 زي ما الشيطان قال انا خير منه ونسي خالص فضل الله عليه فهينسى نعمة ربنا عليه لان ربنا لما جعل الناس دي تمسخرة ومسيرة لكي تخدمك كان المقصود من ده ان انت تشعر بنعمة ربنا عليك فيبقى الباب اللي انت بتدخل فيه على شكر نعمة الله هو شكر نعمة الناس فاذا انت لما فشلت في ده بتفشل في هذه المسألة احنا بس بنبتدي نتكلم في الاول خلص احنا لسه نفصل في الحديث احنا بس بين الاول خلص بنبس 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 اطلالة عن فهم التلات مداخل اللي فهم الحديث يبقى الاول دي سنة ربنا سنة بشرية وضع الله سبحانه وتعالى في الانسان الحاجة التانية لا دي من السنة ده ايه اللي حاصل ده شيء موجود في طبائع الاشياء ان ايه في طبائع الاشياء ان الانسان اذا استطاع ببساطة خالص ان هو يقوم بهذا الامر سيسهل عليه انه ويشكر الله واذا صعب عليه انه ويشكر الناس سيصعب عليه ان يشكر الله وكأنها مسألة تتعلق بالعبادة يبقى ده في طبائع الانسان وده في طريقة عبادة الله سبحانه وتعالى يبقى لا يسعل عليه انه يشكر الناس يسعل عليه انه ويشكر الله طب والمدخل التالت بيقول ايه بيقول يا جماعة ان احنا في مسألة شكر فضل الناس عليك شكر فضل الناس عليك الله سبحانه وتعالى جعله في الحياة باب من ابواب مكارم الاخلاق والله سبحانه وتعالى يحمد لك ان تشكر الناس كما يحمد لك ان تشكره فهذه صفة وكأنها عبادة طب واذا ما عملتهاش يبقى انت معرض عن هذه العبادة ايه هذا النسيج وايه هذه الحضارة اللي بتجعل جزء اساسي في حياتنا يخلينا نحس بالامان ايه اكتر حاجة ممكن تحسس واسهل حاجة ممكن تحسس الناس بالامان دلوقتي صفة في الانسان غيبة عن كتير مننا اسمها فضيلة الامتنان انت امتنى للناس انت امتنى للناس فضيلة الامتنان دي لما بتغيب عن حياتنا ايه اللي بيحصل القلوب بتقسه قلب الشخص اللي كان مفروض يمتن بيقسه ويعتبر نفسه مستحق للحاجات اللي بيقدمها له الناس اضرب لكم مثال لطيف عشان نقرب المعنى لما الولد بيعتبر ان ما يبذله ابوه من اجله ده حق لي وابوه ما بيعملش ايه ما بيمنش عليه ما بيجبيش عليه ده فرض على ابوه اللي يعمل كده فالولد كان ابوه محتاج منه ايه محتاج يقول له يا والدي يا بويا انت في الحقيقة سبب من اسباب صلب طولي انا حاسس ان انا ماشي في الحياة وانت سند ليه في الحياة الاب هيعمل ايه هيفرح ويسعد وكل التعب وكل العرق اللي نزل على جبينه هيتمسح ويتحول الى نسيم من فضل الله ومن رزق الله عليه هيحس براحة وسرور وسعادة ويحس ان هو انسان بطل هو الاولاد لو حسسوا اباقهم ان هم افطال هيخسروا حاجة والله ما يخسروا حاجة طب الاباق لو ان هم قاموا بنفس الفئة المعنى وامتنوا لأولادهم فالاب حسس ابنه ان هو وجودك في حياتي حسسني ان انا ليه ايمة وربنا لما كتب ان انت تبقى ابني انا حسست ان ربنا راضي عني فانت خليت لحياتي معنى الابن لما يسمع كده من ابوه هل ممكن نخاف منه من تدعيات الرفض اكيد مش هنخاف من تدعيات الرفض ساعتها الابن هيكون في الحقيقة في غاية الثقة بالنفس لان هو كأنه هنا بقى اللقطة اللي انا عايز اقولها هنا الملمح اللي انا عايز اقوله هنا الجانب الحضاري اللي جاي في الحديث ان هنا الولد ده حصله توكيد للذات كأنه كأنه حصله ايه حصله هو ده بقى اللي بيخلي من لا يشكر الناس لا يشكر الله ايه بقى اللي هيحصله هيحصله نفس الاحساس لما يحس ان هو مدعوم من ربنا وعنده مدد يبقى لما ابوه احسسه ان هو نعمة هو حس ان هو غالي عند ربنا اوالله والابا ما بيلتفتوش لده ولما الولد بيحس بان هو مرفوض من ابوه او امه للأسف بيروح سايب ده سايب ابوه ابوه امه خلاص ابوه امه بقى في قلبه تقال على قلبه بينتقل بعد كده الى ايه الى حالة من حالات التمرد على الله واحنا فيه ملفة نتكلم عنه ملف السيولة الدينية اللي بعض الناس بيحاولوا يسمونه الالحاد انا بحب اسميه السيولة الدينية فيترتب على ما يقوم به الاب مع ابنه من عدم شكر نعمة ربنا بان هو بقى عنده ابن يترتب عليه ان الابن يعمل ايه يبقى عنده السيولة الدينية اللي احنا بنتكلم عنها ويبقى متمرد على الرب ويقول لربنا وانت انا ايه رزقتني باب كده ويحس ان هو عنده عداء مع كل سلطة عليا عنده ويحس ان هو مش مرتاح ومش مبسوط للأسف تعالوا نشوف بقى البنت مع امها لو ما فيش امتننمى بين البنت وامها مسلا البنت تحس بايه البنت تحس بان امها ساعات هي مش شايفها وانثة كاملة في ايه اللي يحصل فتروح للاسمه والنصيب الاسمه والنصيب اللي من عند ربنا اللي في الجواز تحس إن الجواز ده فكرة حمقاء ناسب يعني لأنه بيخلي مجموعة من الناس يتحكمهم في الناس فيبقى عندها حالة من حالات العزوف عن الجواز والديق ليه طيب؟ لإن ده من عند ربنا والأمها كان رأيتها فيها لإن ده اللي هينتج أولاد فهي مش عايزة تجيب أولاد الأمها هي تتحكم فيهم زي أمها تحكمت فيها إذن شوف اللي امتنان بيعمل إيه؟ اللي امتنان بيفك كل هذه الأزمات لو واحد في الشغل عنده رئيسه فبيوجهه فهو بيوجهه عشان في الأخ خلص هو ما ينجحه لو امتنل توجيهه هينتقل توجيه رئيسه إلى مستوى تاني مستوى إيه؟ النصح له على مستوى العمل لو هو امتنل نصحه على مستوى العمل هيتحول إلى حالة من حالات الإنسانية فالشغل يبقى فيه لطف وجمال وراحة لما يحصل الامتنان الرئيس كمان لو امتنل مرؤوسه إنه هو اللي بيخلص له الشغل هو مدير ما بيشتغلش بإيديه بيشتغل معه بالناس فإيه اللي يحصل لما امتنله ولذلك فكرة فكرة إن أنت تعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ده نوع من أنواع اللي امتنان إليه والشكر ليه إنه هو قد عمله فإنت لازم تمتنق ليه تمتنق ليه إنك أنت بدونه ما كنتش عرفت عملت على أي حاجة هذه المعنى هذا المعنى الذي نأخذه من هذا الحديث ونعتبره ركل من أركان ركل من أركان إيه الحفاظ على البقية الباقية من جوهر الإنسان الناس بقوا ومش قادرين يعيشوا لأنه حسين إنهم ما لهمش مكانة ما لهمش معنى لأنه محدش بيمتن إليه عايزين هذه الفضيلة اللي أتى بيها هذا الحديث نعيشها نعيشها بجد في حياتنا نعيش فضيلة الامتنان ويمكن علشان كده المعنى ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مكافئة الناس لو علمونا خير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقلنا من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى إيه حتى تروا أنكم قد كافأتموه يعني إيه إن أنت تحاول بقدر الإمكان إنك تمتن في رواية من رواية هذا الحديث فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا جزاكم الله خيرا المعنى هنا بيقول إن أنت كل ما تمتن للناس ويزاك إلا حاصل بيقولوا أنا ممتن ليك لدرجة إن أنا مش قادر أكافئك ولكن سيتولى الله مكافأتك عني يبقى المعنى ده بالضبط هو التطبيق العملي لقوله تعالى هل جزاو الإحسان إلا الإحسان؟ كمان في معنى مهم جدا 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 لما ربنا سبحانه وتعالى قال وما يشكر فإنما يشكر للنفس فكان السؤال إزاي لما أشكر الناس إن ده بيعود على نفسي بالشكر آه طبعا العائد بتاعه عائد من أربع جهات الجهة الأول إنه يعود على نفسي إن نفسي تتذكى الأمر الثاني إن أنا بيعود على نفسي إن أنا أحس بأمان مع الناس فلذلك أول حاجة إن ده بيحافظ على كوني إنسانا مش شخص أناني عايز المصلحة ثم بعد كده ما تشوفش وشي كمان الشكر بيكتر النعم ولا إن شكرتم لا أزيدانكم وبيخليها تدوم فأنت كده لما تشكر تزيد عليك النعم وربنا يخلي الناس اللي بيوصل الله خيرك يكتروا في حياتك وعشان كده كمان جزء من المعاني الأربعة اللي بيظهر فيه إزاي الشكر ده بيعود على الشخص نفسه إن شكرك للناس بيتخالهم معاك في الأجر وده أخذناه من موقف حصل بين مع المعاجرين وعنصار لما راح الصحابة الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا بيقول سيدنا أنس لما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواسطا من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة يعني ما خلوناش محتاجين حاجة وأشاركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يزابوا بالأجر كله فقال إيه اللي حاصل ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم هاي رأي أخذوا الأجر كله إلا إذا أنتوا إيه دعيتوا ليهم وإيه اللي حاصل وأثنيتم عليهم يعني امتنيتوا ليهم يا سلام الحديث حسن صحيح زي ما قال سيدنا الإمام الترمزي وفي رواية تانية أن حضرت النبي قال لهم أليس تسنون عليهم به وتدعون الله لهم قالوا بلى قال فذاك بذاك الحمد لله هم كده وكانهم سموا نفسهم لأن كده كان يضيع الأجر عليهم وتعالوا انتفئ ما دمنا خلاص أقرينا بإني اتفقنا إن الشكر شكر الناس والامتنان من أعظم قيم الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها فهللاقي ربنا سبحانه وتعالى بيلزمنا إن احنا نشكر أكرب الناس إلينا لهم الولدين بل عكس مش بس كده بل يقرن شكره بشكر الولدين ليه؟ لأن ده من أهم الأشياء اللي بتوصلنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى ولزيك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياتي وهو يتكلم عن أنشكر لي ولوالديك إلي المصير يبقى هنا نعرف إن معنى الشكر ده مش مجرد بس حاجة بنؤدي فيها الحق للناس لا ده جسر ممدود كمان من الناس إلى الله سبحانه وتعالى وكأنك كلما شكرت إنساناً بالضبط عمل بالضبط الشكر ده عمل زي إيه؟ زي حديث آخر إن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير كذلك الشكر بيذهب إلى الله قبل أن يذهب إلى الناس وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويقول لنا إن مجرد التحدث بفضل الشخص والخير اللي بيعمله في ذاته بيكون شكر بيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من أولى معروفاً فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره إذن يا سادة مهم أو إن إحنا نتكلم هنا عن أوجه عن أوجه كثيرة جداً 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 من عيش بمسألة الشكر وخلونا نوجه نصيحة لكل واحد بيعمل خير ومش بيلاقي شكر عايز أقول له لا تتوقف عن عمل خير لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شاكر وعليم وشوف لما قرن ما بين العلم والشكر يعني الخير بتاعك عمره ما يضيع أبداً عند الله سبحانه وتعالى بالعكس ما تقلقش شكرك عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الناس اللي ما حدش بيشكرهم شكرهم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض الصالحين بيوسي تلاميذته لا تجعل شكر الناس وحده يدفعك للعطاء ولا كفرهم يمنعك من الخير والوفاء وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطمنا وما تفعله من خير يعلمه الله استمروا في مواصلة العطاء والخير واستمروا في الامتنان والشكر بالمناسبة هذا الامتنان هو أعظم ما نذوق به حلاوة منة الله على الإنسان لأن في الحقيقة كل ما تشكر الناس وكل ما تمتني ليهم تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بأنه جعلك إنسان حولك بشر كلهم هي أوعية من نعم ربنا سبحانه وتعالى وأوعية من أوعية مدد ربنا ليك وكلهم عبارة عن عطاء واسع من الله فكل ما تشكرهم تحس أن شكرك بيصعد إلى السماء بيصعد إلى مولاك يا سادة كونوا من الشاكرين لرب العالمين فاشكروا عياله على ما يقدمونه لكم من خير تجدون مزيدا من الخير لأنكم إذا شكرتم الناس كنتم داخلين في قوله تعالى ولئن شكرتم لا أزيدا لكم يا رب اجعلنا دايما من الذين يقومون بفضيلة الامتنان وفضيلة الشكر لكل إنسان عشان نكون ممن يذوقون حلاوة الإيمان بعض الفاصل نلتقي بأسئلة حضراتكم اللي وصلتنا على صفحتنا المليئة الآن بكثير من التفاعلات واللي هتستمر تفاعلتها معاكم إن شاء الله هنقرأ أسئلتكم ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ويفضل الجرس مفتوح بيننا والباب مفتوح بيننا وبين مجالس العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى إن احنا نكون مذكورين في الملأ الأعلى عند مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا نقرأ أول سؤال وصلنا من حضراتكم ونجاوب عليه أول سؤال بيقول يا مولانا أنا نفسيا متنمرة أعمل إيه السؤال ده مهم على قدر ما هو سؤال صغير لكن مهم جدا 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 أنا أقول لحضراتك ثلاث حاجات تعمليهم والثلاث حاجات دولة لازم نعملهم ما ينقص منهم واحدة أول حاجة لازم حضراتك تغيري برنامج يومك لما فاكرين لما حديث الرسول الله صلى الله لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أرشد الإنسان لما بيغضب والغضب ده أمر نفساني فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشخص أنه يغير من مكانه فإذا كان قاعدا فليقف وإذا كان واقفا فليقعد وإذا كان سائلا فليقف وإذا كان واقفا فليسر يعني إيه يعني أنت لازم تغير وضعك فأخذنا من ده إحنا لازم نقرأ سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الاستبصار وشيء من اتساع دلالتها فكأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحد أهم الأشياء التي نتعامل بها مع أنفسنا لما يكون في حالة من حالة عدم الاتزان هو التغيير لأن طول ما أنت ماشي في نفس الوضع اللي أنت فيه الطيار الشعوري والطيار النفساني بيزداد يبقى إحنا نعمل إيه في الحالة دي لما نجي نتعامل مع ده نغير من برنامجنا اليومي يعني إيه نغير من برنامجنا اليومي يعني ثلاث حاجات أول حاجة نضيف في البرنامج أشياء ما كانتش موجودة فيه ويتكون أشياء مبهجة الحاجة التانية نغير من البرنامج اليومي أشياء نحب أن نحن نحققها أشياء جميلة وأشياء فيها نجاح وأشياء فيها خير وأشياء فيها مزيد من الأمل ومزيد من الفتح في المستقبل حاجة التالتة أنه كمان أزود فيه إيه أزود الأشياء أغير تطيب الأشياء وأضيق الوقت اللي فيه الفراغ وأضيق الوقت اللي فيه الأمور اللي بتخليني أدخل في الحالة النفسية المش مناسبة اللي هي حالة عدم الاتزان يبقى ده أول حاجة غير بالنمج اليوم تاني حاجة إن أنا لابد أن أزيد من ذكري لله لابد أن أنا أزيد من ذكري لله وأنا بنصح في الأحوال اللي زي دي إن الإنسان على الأقل يقول 129 مرة يا لطيف وبنصح كمان إنه وكمان يصلي كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الصلاة التفرجية اللي هي الله مصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله تالت حاجة وده شيء مهم جدا 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 هو التداوي بدل وصلنا إلى الكلام اللي حديث بتقوليه دوات نفسيا متدمرة يبقى أنا محتاج دواء ولازم يكون الدواء ده تحت إشراف طبيب ما عملش كده من نفسي لا أخذ الأدوية من نفسي ولا وقف الأدوية من نفسي طب الأدوية اللي هي أثار علي أيوة صح لإن إحنا بيحصل لنا تغير زي ما حصل لنا بسبب الاتراب ده وبسبب عدم الاتزان ده خلل في كيميا المخ لما بناخد الدواء ده وتعبال ما الأمر ده وت ياخد وقت يبقى إيه لازم نتدوى ونصبر على التداوي ده عشان نقدر تتغير حالتنا وإن شاء الله ما فيش حاجة اسمها أنا متدمرها ما فيش الكلام ده ما فيش حد ما فيش حد بيتدمر إحنا عندنا مولانا اللطيف فنعمل التلات حاجات دولة نغير بالنمجنا اليومي نكسر من الذكر نتداوي إن شاء الله كل حاجات تكون زي الفل ونسأل الله أن يجمع لك ما بين تمام الأجر والعافية وإن شاء الله ربنا يوسع عليك ويفتح عليك وإن شاء الله يشفيك ويمسح على قلبك بيمينه الشافية إن شاء الله وتهدأ نفسك وتكوني في أحسن حال السؤال الثاني اللي وصلنا بيقول إيه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كان عندي فراخ على السطح زي عادة المصيمة بيربوا كتير على السطح بعض الدواجد وكان موجود قطة ولها صغار القطة أكلت الفراخ فأخست الصغارة ونزلتهم مدخل البيت وأثناء نزولهم من المدخل قطة صغيرة ماتت عال علي يا زنب أفدنا بالله عليك يا شيخ علشان أنا خايفة من ربنا خالص وندمانا اللي انت عملتي ده لو كان القصد بيه مش إنك انت تتخلصي وتقتلي هذه الفراخ الصغيرة فأنت ما عملتش حاجة انت كل الحكاية كنت عايزة تنقلي فراخ هذه القطة من هذا المكان عشان تخرج ومتعتدش إن هي تبيت هنا وترجع للمكان ده تاني عشان ما ترجعش تاني تأكل الفراخ دي مرة تاني فتصرفك ده بإنك انت نقلت أولاد القطة عشان ينزلوا في المكان تاني وما يرجعوش للمكان ده هو تصرف للحفاظ على نفس أخرى للحيوان وعلى نفس الفراخ فتصرفك ده كان لدفع المضرة دفع المفسدة وما كانش أصدك الإزاء كما هو واضح من سؤال حضرتك ما كانش أصدك أن انت تقتلي الفراء الصغار للقطة دي وإلا كنت أتلتيهم في السطح وده منظر بشع يعني الناس قال الله سبحانه وتعالى قال لا يجعل إنسانا يتصرف بهذه القصة فهو إيه اللي حصل؟ انت ما كانش أصدك ده انت كل حكاية بتنقلي الصغار هذه القطة إلى مكان آخر لكي لا تعود إلى هذا المكان وتفعل مثل ما فعلت بأن هي تأكل الفراخ وبكده تروح أرواح حيوان موجود عندنا فاللي أنت عملتيه ده كان الهدف منه دفع مفسدة قتل الحيوان فكان المقصود منه رحمة الحيوان ده آه الحيوان ده تتعندك مصلحة تانية إن أنت تتكلل بيت بتاعه وإن أنت ممكن تتبعيه وتتكلل اللحمه آه بس هو في الأخي خالص أنت كن أصدك أن ما يتكررش تاني إن القطة تأكل الفراخ مرة تانية فأنت كان أصدك الحفاظ على هذا الحيوان من القتل فاللي أنت عملتيه ده كان مقصدا حسنا والأمور بمقاصدها فمقصدك الحسن ده اللي ترتب عليه أنت ده معفو عنه اللي ترتب عليه بأنك أنت القطة دي ماتت لأن أنت ما كنتيش قصدا ده أنت قصدا فقط أن أنت تنقليها ولذلك ما عليكيش قسم وإنت هنا لست أثمة وندمك ده أنا بحبش أقول للناس إن هي ولا يهمك لا لا خالص اللي أنت فيه ده وقت قد يكون من رقة القلب وقد يكون ده وقت يحتاج إلى أن أنت تستغفريه بس عشان تحس بأنك أنت فعلت شيء يذهب من ذهنك صورة القطة صغار القطة ده اللي منهم واحدة ماتت فأنت يمكن أن تستغفري لتطيب خاطرك لأن فقلت استغفره ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة فعشان تخسري قلبك من هذه الصورة اللي ممكن تكون مؤثرت في نفسياتك تستغفر ربنا وإن شاء الله أنت لا أنت بتستغفر ربنا لكي يطيب خاطرك وتذهب هذه الصورة من ذهنك مش بتستغفر لي لأنك أنت فعلت معصية أو ذنب أنت ما كانش عندك شيء لأن أنت فعلت فعل صحيح وما كانش المقصد منه فيه نوع من أنواع التعدي على حرمة حياة الحيوانات السؤال بعد كده بيقول بعد إذن حضرتك كل الحلقة اللي كانت يوم الحد يعني في أحد أيام الأحد الأحد واحد وتلاتين الزوج الاتكالي أنا عايش فيه مع جوزي وإخواته وفوق كل ده ما فيش يوم من الأيام جبر خطر بكلمة يوم عملت حدثة وتحجزت في المستشفى زرني زي أي حد غريب ولما زعلت قال لي أنا عملت معاك الواجب وبيكره نجاحي وبيكره أي حد يشكر فيه ويشتكي ويقول أنا مش عارف أي حد يشوفك يحترمك ويحبك يشمعنا يشمعنا وليه وليه أنت أعمل إيه الحالة اللي أنت فيها دي أنا شايف أن فيها وإن كان في جزء كبير جدا جدا أنا أتكلم عنه يرجع بالتنشئة طبعا الحالة اللي هو فيها دي بترجع للتنشئة ولازم في الأول خالص لازم يستبصر بدا فلازم يحصل حاجة كده أنا معرفش أنت هتقدري أن أنت تعمليها ولا لا لكن هو دي فيه تلت طرق للحال لكن أنا أقولك الحال اللي أنا بحبه اللي أنا شايفه إنه هو الأفضل والأحسن لقلبك هو قوله تعالى ادفع بالتي يا أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وإن كانه ولي ونحن إحنا بنتكلم على الإجراء مش بنتكلم على وصف أطراف العلاقة يعني مش بتكلم على إنك أنت وزوجك في حالة عداوة وإن كنت أنت أنا عارف كويس جدا 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 اللي بيدور في نفس في نفس النساء في الحالة دي هي في بعض الأحيين بتلقى بجزء إنه بقى عدوه كأنه عدوه ما بيحب الهاشر خير بيعمل كذا وكذا وكذا وكأنه هو شايف عدو وليه طب هو بيعمل كده بيكسرني ليه صحيح أنت شايفك ده بس أنا ما بيحبش توصيف الحالة دي على إن هي حالة عداوة هي توصفها بإن هي حالة غضب من إن إنسان بيتعامل معايا بشيء بشكل كبير جدا جدا يحسسني بالألم والواجعة والأزية فأنا شايف إن الطريقة المسلة هو إن أنت تحسنق ليه يعني إيه تحسنق ليه يعني هو شخص شايفك نجحة وشايفك إن الناس بتحبك فعلميه إزاي الإنسان ممكن يحصل على حب الناس يحصل على حب الناس بإن هو يتعامل مع الناس بطريقة أحسن أنا عارف إن بعض السيدات وممكن حضرتك تقولي لي أنا لما بعمل معاك كده هو بيزداد غيز ويضايقني أكتر ده في الحالة الأولانية لأنه حاسس إن أنت بالاستلاح العام بتاعنا إنه حاسس إن أنت بتعلمي عليه لكن لو حاسس فعلا إن أنت بتتعامل معاه كحبيب هو عبادك الحب لأن كده هو ده اللي هيوصلك بشكل صحيح إلى الراحة أنا بقول لحضرتك ادفعي باللاتي أحسن ودي أفضل طريقة الطريقة الثانية إن أنت تقعدوا مع بعض وتتكلموا وتتكلموا ليه وعلى أرضية إيه على أرضية إن إحنا نعيش مع بعض في حالة سلام وحسن وإحنا عايزين نوصل لمرضات الله الطريقة الثالثة وهم الطرق دي بالترتيب كده الطريقة الثالثة إن أنت تقولي له أنا ما قدرتش إن أنا أستحمل ده فلو سمحت توقف عن أزياتي وتوقف عن ده أنا شايف إن الطريقة المسلة هي الطريقة الأولى ربنا يوفقك ويفتح عليكي ويسر لك الأمور دي شفتوا يا جماعة عدم الامتنان بيوصلنا الفين شفتوا يا جماعة عدم الإحساس بالآخرين بيوصلنا الفين أرجوكم عيشوا بالامتنان وعيشوا كمان بالامتنان لأن دوت هو التطبيق الحقيقي للإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلا يمتن للآخرين ربنا يحسن إليه وربنا سبحانه وتعالى هيرفع قدر وربنا هيفتح كمان عليه أبواب الرزق لأن ده من أفضل طرق شكر نعمة ربنا أنه وخلانا بشر حوالينا بشر ربنا سبحانه وتعالى بيجري الخير على قديهم لينا فشكرهم والامتنان ليهم باب من أبواب شكر نعمة ربنا يا رب الهمنا القوة وجعلنا من أهل الثبات على فضيلة الامتنان لأنها فضيلة تجعل الإنسان لا تخرج منه إلا الأخلاق الجميلة اجعلنا يا رب دايما من أهل الأخلاق الجميلة واجعلنا من أهل هذه الفضيلة على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا على الدوام من أهل الشكر يا أرحم الراحمين